اختصار حعرفك وظيفة كل برنامج من برامج غسلتك بيعمل ايه؟ انا غسلتي زانوسي وغالبا معظم الاسماء دي موجود في كل الغسلات باختلاف حاجات بسيطة جدا يعني ممكن تمشي على كل الغسلات القطنو ده للملابس الكتنية وده اكتر برنامج بيستخدم اقمشة صناعية وده 800 لفة وحد اقصى 3 كيلو للعناصر بتاعة الاقمشة الصناعية والمتسك التساخ عادي الملابس الحساسة زي الحرائر والشيفون زي الطرح كده لأي قماش رقيق عندك الجنس اللي جميع الاقمشة المصنوعة من القماش الجنسة سواء بقى بانطلونات جاكتات جبات اللي موجودة عندك الملابس الكتنية برنامج اقتصادي مالوش اي لازمة وما حسيتش بفرق كبير عنه عن برنامج الكتن العادي ده برنامج العصر او الصرف العصر الغسيل وان هو يصرف المياه الموجودة في الحلة ينفع طبعا لجميع انواع الاقمشة معادة الصوف والاقمشة الرقيقة الشطف هنا للعصر والشطف بتاع جميع الاقمشة معادة الصوف والاقمشة طبعا الرقيقة جدا وهنقلل للسرعة بتاعة العصر حسب نوع الملابس اللي احنا بنشطفها برنامج الاصوف ده بيكون للبلوفرات والحاجات الصوف بيكون كأنك كده غسلتيه على ايدك بالزبط مش بيعصر تماما بيكون فيه شوية مياه ده برنامج للحرائر للحاجات الحساسة برضو ممكن تتقطع بسهولة زي الحرير خلي كيف الامان وبلاش تستخدميه عمنا برنامج الميكس ده للاقمشة المتنوعة باستخدمه كتير لما بحط الوان فواتح مع بعض زي بيش مثلا مع لبني او جري اصفر وهكذا اي الوان مش بتنزل لون برنامج كويك او سريع ده للحاجة اللي انت مش عايزة مثلا غسل جامد لها يعني عايزة تتشطف كده بسرعة مثلا هدوم نضيفة بس عليها تراب فتاخد لفة كده تتنطف بسرعة اما البرنامج ده للبيضات القطنو مفرش السيريج المصنوع من الاقمشة الصناعية مع سرعة طبعا عصر منخفضة لتقليل التجعيد برنامج منع الحساسية ده بيكون مخصص للبيبي والهدوم البيبي بيكون مدة طويلة علشان تتغسل كويس وتتعق اما برنامج اكثر بيضا ده برنامج تنطيف خاص مكسف للملابس البيضة اللي بنلبسها يوميا زي مثلا لبس المدرسة والقمصان اما ده لتشغلي او توقفي الغسالة بي وكمان علشان تلغي البرنامج اللي بيكون شغال في الغسالة اشتركوا في القناة